ماذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على النبي الأكمل والرسول الأعظم وحامل لواء الحمد في يوم المحشر اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحمود صاحب اللواء المعقود والكرم والجود ومن بحبه يرضى الرب المعبود صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى أن نشرب من حوضه المعصول ونسعد بالفردوس الأعلى في جنات الخلود وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الإكرام والجود وبعد مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قلوا أمين وكل من يرانا الآن يعلي شعارنا دوما جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر أموات المسلمين اللهم أمين أفكر حضراتكم لازلنا في رحلة المعراج مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة اللي فاتت وقفنا عند جملة العطايا الربانية الإلهية التي جبر الله بها خاطر الحبيب صلواته ربي وسلامه عليه رحلة المعراج كلها كانت جبر خاطر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلشان ما خشش في جبر الخاطر لكن أنا عايز أقولكم أن القرآن كله جبر خواطر وأن أعظم عبادة نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى جبر الخواطر بس يسيب جبر الخواطر لما نعمل لها حلقة لوحديها علشان كلام كبير أوي بعد ما تصلوا على الحبيب وعايز آقف مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد فرض الله عليه في هذه الليلة خمسون صلاة وخد بالك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل أن تفرض الصلاة كان بيصلي وفق ملة أبينا إبراهيم حنيفة طيب والدليل على كده أنه لما مر بسيدنا موسى عليه السلام وقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف آه يبقى الصلاة كانت مفروضة قبل سيدنا النبي أيوة ما من نبي إلا وقد فرضت الصلاة عليه وعلى قومه لكن باختلاف بسيط بقى باختلاف في الكلام باختلاف في الهيئات وعلشان تعرف أهمية الصلاة ياللي ما بتصليش وياللي بتقطع في الصلاة اسمعني النهاردة معلش ولمش هتبعني تاني الله يسهل لك بس اسمعني النهاردة وما تزعلش مني سيدنا الإمام مالك في الموطأ وخلي بالك الموطأ أسبق من البخاري يعني كتاب الموطأ أسبق من البخاري وشيوخ الإمام مالكهم شيوخ شيوخ البخاري بيروي عن سيدنا عبادة بن الصامد رضوان الله عليه وأرضاه أنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم رقوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولما تسمع ربنا في القرآن يقول إيه اسمع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ممكن أنت تقول أصلا ما كانش بيصلوا لا أبدا إنما كانوا متهونين فيها كانوا متكسلين عنها كانوا يترقون الصلاة حتى حتى ركز يخرج وقتها بدون عز أو الله ودي مصيبة بسمحة كتير من الناس في التليفون أقول لك والله يا شير جوزي قاعد على التليفون أقول له أم صلي يقول لما خلص الجيم خلاص ما يا ست الشيخ أخدينها على جناحك ما تعود يساكتها وممكن الأمر يصل للخلاف مع إن ربنا في القرآن يسمع بيقول إيه فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ وَالَّذِينَ هُمَ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ما تركوش الصلاة دا الويل ودي في قعر جهنم تستغيث منه جهنم سلم يا رب لمين للي ما بيصليش لا للي بيأطع في الصلاة للي بيأخرها بدون عز ولذلك اسمع سجن الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول فيما يرويه الإمام مسلم إن بين الرجل وبين القفر أو الشرك تركو الصلاة خلاص بق اسمع الكلام دا لا فيه كلامي أنا ولا كلام حد من الآئمة والفقهاء علشان تقول أنتم بتخوفون ولا بترهبون ولا بترعبون دا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركه قفر إلا الصلاة انت سمع صح سيدنا عبد الله بن عباس يقول رضي الله عنهما من ترك الصلاة فقد كفر سيدنا جابر بن عبد الله يقول من لم يصلي فهو كافر لأن سيدنا عليه الصلاة والسلام الأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة طب تعالوا اسمع معايا كده اللي ما بيصليش مصدته ايه أقولك علشان كده لما بتتصل بيا تشكيلي ضيق العيش وتبدل النعم وإعراض الدنيا وغلق الأبواب بسأل هو انت بتصلي قال الحمد لله لا 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 محافظ على الصلاة بميرض الله اه بقطع طب تعالى بقى أفهم عارف حضرتك التقطيع في الصلاة أو التهون في الصلاة مصيب تقيف الدنيا اسمع أول مصيبة قطع النعم الواصلة يعني ايه يعني لو عندك نعم ربنا سبحانه وتعالى موصلها لك من زمان ما تقطعتش تطقطع وزوال النعم الحاضرة لو انت في نعمة ربنا يزلها وسقوط الجاه والمنزلة لو ليك منزلة بين الخلق ربنا يسقطها وسقوط قرامة العبد عند الخالق ما يبقلكش كرامة عند ربنا سبحانه وتعالى وضيق الرزق وكثرة الخلافات في البيت وعدم الشعور بالراحة أبدا وعقوق الأبناء وكثرة الحسد وكثرة الابتلاءات واستصغار الذنوب خلاص بقى أي ذنب بعد كده مش فارق معاك علشان كده اسمع ربنا في القرآن بيقول إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في الآية الأولى لو تفتكر قال إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لي يا رب اسمع علشان جاب الوصف بتاعهم في إيه؟ قبليها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سلم يا رب اسمع ربنا بيقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اسمع أهل جهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مش كنا مقطعين لا إحنا بس ما كناش مواصبين ولم نكن طعم المسكين وقمنا نخوض مع الخائضين معنا الضيوف فعيب نقوم ونصلي ونسيبهم أنا مالي ومال الضيوف الضيوف يخش النار برحته أنا مالي أقوم أصلي أصلي قاعد مع صحابي على الأهوة بتفرج على الماتشة يترياوا علي أقوم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الله ينفع عليهم صدقة معلش عم الشيخ سامحنا يعني خلي بالك طويل النهاردة ليه لما بنجي لك ونقول لك ساب الصلاة وما كانش بيصلي فحضرتك تقول ترحمه عليه والأمر بيد الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبة ينفع له أصلي عنه لا ينفع له صدقة مش هتأثر ينفع أي عمل صالح مع الصلاة انسى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة فرّت من قصورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل الموفرة سؤالي ليه تحط نفسك يا مسكين محط الخلاف بين العلماء شوية يقولوا عليك فاسق وشوية يقولوا عليك كافر وشوية يقولوا عليك ضال وشوية يقولوا عليك خارج من الملة وشوية يقولوا عليك ممشرك أصل سدنا عليه الصلاة والسلام يقول رأس الأمر لإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد الله يرضى عن الإمام ابن تيمية حين قال اسمع اسمع العبارة دي ومتى وقع عمود الفستات وقع جمعه موسيدنا قال إيه وعموده الصلاة العمود وقع خلاص ما فيش حاجة تانية تنفع شوف مصيبتك لما يتقال يا شيخ فلان تعال صلي على فلان كان ترك الصلاة معليش شوف حد غير شوف مصيبتك لما يتقال يا شيخ فلان خد فلان اتفنه جنب ابوك يقول لك معليش أصلي فيه أثر كده وإن كان فيه كلام أن الميت يتأذى بجيران فما تحطوش حد كده مع ابويا يزعله ولا معم يزعلها لأن سيدنا يقول من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك الصلاة ايه متعمدة عارف المشرك ضمان عدم قتله ايه اسمع فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم واخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تعبوا أيها قال أشهد والليل أنا حصطب لا 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 مش بتوع كلام احنا ده ربنا قال علشان دليل تبت تبقى صدقة فإن تعبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أخوة الدين مشروطة بإيه فإن تعبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون حريفيا بسكين سيدنا عليه الصلاة والسلام في آخر رمق من حياته وروحه في صدره عارف يعني روحه الصدره يعني خلاص فاضل دقائق وتخرج خروجا نهائيا من جسدي وحضراتكم عارفين إن الإنسان قبل ما بيموت ملك الموت أو ملائكة الموت ياخد الروح من إصبع رجليه إلى ركبتيه وبعدين يقول دعوه يستريح وبعدين لحد صرته دعوه يستريح وبعدين لحد الحلقوم دعوه يستريح لحد ما ييجي ملك الموت ياخدها على ريشة من جناحه فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولروح في صدره تتردد كما أخرج ذلك الرواه والمحدثون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة وظل رسول الله يقولها عليه الصلاة والسلام حتى انقطع كلامه من الدنيا فكان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وصيكم بالصلاة وإنت لسه للأسف قاعد تكمل المطش وقاعد تكمل الحلقة وقاعد تكمل المسلسل وقاعد تكمل الجيم وما تصليش يا سيدة فاطمة سلام عليكم سلام عليكم يا عمشي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك يا رب الصحة والعافية والستاذ يا رب الله يكرمك ولكن ميسله وزيادة ليه عندها سيادتك يا سؤالين تفضلي السؤال الأول أنا على المعاش وعملت مستحقاتي كلها عملتها شهادات أنا عايزة أستخمر الشهادات دي عند ربنا صحناه وتعالى قبله بيها بمعنى إن أنا مثلا عايزة أوقف مثلا كم شهادة كده أعملها وقف لبعد ما ماتي وقف لجهات معينة نعم عايزة نصيرة حضرتك كده توجيهني توجيه يعني ربنا يرضى عني بي إن أنا فعلا أعمل الوقف دا يعني أستفيد منه في الدنيا بس بعد ما ماتي الجهات اللي أنا حوقفها لها دي هي اللي تاخدها بقى بعد كده أنا جهات ممكن حيثك ترشدني بيها ده السؤال الأول السؤال الثاني أنا لي أخويا كان مريض يعني مريض مرض شديد جدا وقاعد عندي وكان مديني مبلغ كبير من المال على الأساس إنه كان بحلس عمليات وحاجات كتيرة جدا جدا فأنا يعني الحمد لله رب العالمين قاعد عندي شهرين ونص أمت بال يعني أتمنى من الله أن يكون رضي عني بالأعمال اللي أنا عملتها معاه من إشاعات وتحليل وكل ما تتقياله حضرتك في الظروف المرضية اللي هو كان فيها فتبقى معايا مبلغ من المال وهو اللي كان مديني طبعا المال كله فتبقى معايا دلوقتي مبلغ فأنا المحامي اللي عمل لنا إعلام الوراثة أنا سألته فبقول له المال ده يعني وضعه إيه قال لي ده الدهولك فحيات عينه قال لي تتصرفي فيه كيفما تشاء فأنت دلوقتي لك مطلق الحرية تتصرفي كيفما تشاء عايزة تعمليه صدقة ليه لا لا هو السنة بس يا حجي فاطمة هو داكي الفلوس دي علشان العمليات الدانيل الفلوس دي علشان العلاج بس هقول له هالفت نظر حضرتك الحاجة بردو هو قال لي اللي يفضل اللي يفضل عايزة تغديه تخديه عايزة تأسنيه قال لك الكلام ده أصاد مين أصاد مين أصاد مين بتقول حضرتك أيوة أصاد مين قدام زوجي أيوة غير زوجي حتى الضرجة إنه قال لي بيخديهم غير زوجي إنتي وزوجي غير زوجك قال أصاد مين لا 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 أصداها وكان قاعد معايا الوحد أنا بسأل حضرتك أصاد مين في حد من ورصة غيرك في حد من ورصة غيرك موجود آه فيه أيوة في ورصة أيوة في ورصة شكرا يا حاجة فاطمة شكرا يا حاجة فاطمة واسمعيني من التلفون من التلفزيون مع ذلك طيب أول حاجة هي بتسأل حاجة فاطمة ربنا يبارك فيها على وقف الشهادات لجهات معينة في مصر مصر الحمد لله بها جهات كثيرة موصوقة بها موصوك بها ولكن اعفيني من الحرج ربما يتقال إن ده إعلان في القناة أو شي فاعفيني من الحرج وربنا يبارك فيك لكن نصر فيها جهات موصوقة أحسبها إن شاء الله كلها على خير إن شاء الله بالعالم المبلغ المتبقي ميراث قولا واحدا عندي أنه ميراث ليه؟ لأن حضرتك لما ادهولك حل الحياة هو ادهولك علشان موضوع العملية وموضوع المرض ماشي كده؟ طيب ليه ما صدقش كلامك وانت كلامك على راسي وست صادقة وست فاضلة لأنك صاحبة مصلحة والأصل أن يشهد غير ذي مصلحة طيب زوجك ما زوجك صاحب مصلحة زيك معايا كده فالأصل ورعا ودينا وخلقا وزهدا إن المال ده يوزع ميراث على باقي الورثة يا حجة فاطمة ربنا يبارك فيك وإحفاظك ويجزل لك العطاء والمسوبة يا سيد عبداللطيف السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أستاذ مشهد حضرت عاشتك بس تعلمني دعاء فك القلب عشان اللوحة في قلب جديد شوية أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة صورة ياسين يكفيك الله كل شيء حتى أنا وصلت الظروف لأن كنت رحتي جهة عشان خاطر أولادي كانت تعبني شوية وكده فرحتي يعني عشان كنت رحلت شوية تعوى هناك لدرجة على باب الجهة دي لمواطن مصري بس أهانوني ما أنا بقول لحضرتك هو حضرتك أكثر اجعل لنفسك وردا من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة صورة ياسين إن شاء الله ربنا يفتح لك الأبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب إن شاء رب العالمين طيب نعم طيب معلش في عجالة عندي حد بعت السؤال الجمعة اللي فاتت وبعته الجمعة دي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد أستحلفك بالله عايزك تتكلم يوم الجمعة إن شاء الله عم مناسك العمرة ضروري أستحلفك بالله رايحة أعمل عمرة ومعرفش إيه المفروض أعمله وعايز حضرتك تقولي طيب في عجالة يا سيد أبو محمد شوفوا في عجالة إحنا لو حضرتك طلع من مصر على مكة المكرمة أسأل الله أن يزيدها تعظيما وتشريفا وأن يزيد البيت تعظيما وتشريفا وأن يزيد من زاره مهابة وبرة حضرتك هتغتسل غسل الإحرام من هنا غسل الإحرام اللي هو غسل الجنابة اللي إحنا وضحناه يوم لتنين اللي فاتت مع ست دعاء وعيده تاني في عجالة غسل طبعا النية نية الإحرام غسل الإحرام غسل اليديني ثلاث مرات وغسل القبل والدبر يعني قدامه وراء وبعدين الوضوء عدى القدم وبعدين الرأس كله وبعدين الشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر وبعدين الجسم كله بالمية من غير صبون ولا شاور ولا أي شيء وبعدين نتوضى ونخرج هنلبس ملابسنا كاملة يا ستة محمد لو أنت واحدة ست لإن إحرامك في ملابسك كلك معادة النقاب ومعادة الجوانتي خلاص وحضرتك طبعا راح على مكة هتركب الطيارة في الطيارة بيقولك هنا الميقات فساعة الميقات هتولي لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم يسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابسهم فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وبعدين تنزيني إن شاء رب العالمين على فندوك تسيب حكتك لو انتقى ضدوك ينفع تتوضي عايزة تبدل هدومك ينفع عايزة تاخد شاور تاني بس بمية بس ينفع بس مش هتسراحي ولا تقص دافرك خلاص بقى انت كده بقيت محرمة وبعدين تروحي على البيت الحرام هتخش البيت الحرام تطوفي سبع أشواط ابتداء من العلامة الخضرة أو من نور الأخضر سبع أشواط طيب وبعد كده تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وبعدين تروحي تشرب من مية زمزم وتدعي إن شاء الله وبعد كده تسعي بين الصفة والمروة سبعة أشواط تبدأينا بالصفة وتنتهينا بالمروة وبعد كده تقصي تتحللي تبقى خلصة العمرة طبعا دي في عجالة جدا علشان وقت البرنامج خلاص كده ربنا يبارك فيك وإحفظك السلام عليكم ونحمة الله وبركاته ممكن أسأل ظهور النمل في الشقة على الحائط بكسرة وعلى باب الشقة من فوق ودود على الصفرة لونه أبيض بكمية مع العلم لا يوجد أي شيء لتجمع الدود أو شيء والمكان نظيف دائما ودايما بنظف البيت ممكن أعرف ده إيه ده حسد شديد جدا 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 يستلزم رقية كاملة للبيت ولأصحاب البيت ربنا يبارك فيكم ويحفظكم طيب لو سمحت يا شيخنا أنا بنت عمري 14 سنة كنت بسمع أغاني كتير جدا بس قررت أتوب منها لما سمعت الشيوخ كتير بتتكلم عن عذاب القبر واللي اسمع أغاني وكده فقررت أسبها لكن عندي أكاوند على التيك توك أنا بنزل عليه قرآن وكده لكن عليه لايكات كتير اللي فيديوهات فيها أغاني بس أنا توبت منها وما عنتش بسمع أغاني هل أنا كده أتحاسب على اللايقات اللي على الكون دي ولا ربي سمحني ولو في أغنية بحبها واسمعتها بدون موسيقى خالص هل كده علي زنب يا ريت حضرتك ترد علي علشان أطمن بنيتي بارك الله فيك وأجزل الله لك العطاء والمثوبة الأغاني فيها كلام كثير وأنا أميله إلى حرمتها ما دامت تسير الغرائز وما دامت تحرك الشهوات وما دامت فيها معازف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله أما وقد تبتي فأبشرك بأن التوبة تجب ما قبلها يعني تمسح ما قبلها فهنيئا لك توبتك لكن تعرف تفل الأكاوند أو تشيل الحاجات دي يبقى أفضل وخير معرفتيش لا شيء عليك فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن استفسار محتاجة إجابة سريعة لأخذ القرار يا شيخ محمد لو زوجي هيبيع شقةنا تمليك وحط فلوسنا في البنك والفايدة هيدخل بها جمعية علشان نزود فلوسنا ونعرف نجيب شقة تمليك في مكان أحسن كده حرام ولا حلال أنا أميله إلى حرمتي هذا ليه؟ وإن كان الأمر جائز لأن الحمد لله ربنا أنعم عليك بشقة تمليك وفي مكان كويس زي ما حضرتك بتقولي أنت متطلع الأحسن يبقى نبعد عن الفوائد وما فيه شبهة أو ما فيه اختلاف وإن كانت الفوائد قد أجهزتها ضاري الإفتاء المصرية وهي أعلى جهة في مصر لا يجوز لأحد أن يتكلم عنها بعدها السلام عليكم حضرتك جبان وخوافة بتتكلمش في الأمور السياسية والأحداث اللي بلدك وفي بلاد العرب فينك وفينك أنت وفينك من الشيخ الشعراوي ومن الشيخ كشك رحمة الله عليه طيب بارك الله فيك وأجزل الله لك العطاء والمسوبة وجزاك الله خيرا لكن ليس جبنا ولا خوفا لكن أود أن أخبرك بأنك لم تقرأ سيرة هؤلاء جيدا أنا كشكي نزعة وكشكي المدرسة لكن تأثرت بالشيخ رحمة الله عليه في كل حياته وأعجبني ما ختم الشيخ به حياته في لقاء مع الصحف الأستاذ محمد عبدالله السمان وهو بيسأله في أواخر حياته لو عاد بالشيخ الأمر ماذا كان فعل الشيخ فقال كنت سأعكفه على تعليم الناس الحلال والحرام عجبتني المقولة دي وفهمت ماذا يريد أن يقول الشيخ للدعاء الجدد والدعاء اللي في المستقبل ليس من البطولة والجرأة الاستضام بالأمور السياسية وأنا لا أدري شيئا عنها ولا بالأحداث الجارية وأنا جاهل بها لكن أنا عالم في أمور العلم أو طالب علمي في أمور العلم مهمتي أعلمك إزاي تصلي ووعدي مني لما كل مصر تبدأ بالصلي كلها تبقى بالصلي ويبقى عندها أخلاق ويبقى عندنا ورع ودين وقيم وزغط وما نبقاش نغش ولا ندلس وترجع أخلاقنا كما كانت وترجع قيمنا وترجع عادتنا كما كانت بيضاء نقية ووعدي مني إن شاء الله هشتغل بالأمور السياسية واسيب الأمور الدينية لأن ساعتها هيبقى الناس ليسوا في حاجة إلى علماء دين ولكن يا أخي الكريم أكسم بالله العظيم أنه إلى هذه اللحظة التي أحدثك فيها ما زال هناك مثقفون لا يجيدون الوضوء فالأولى أن نعلم الناس الحلال والحرام وفق الإعبادات وقديما حفظنا من نزل بساحة قوم يتعلمون بالربا ثم حدثهم عن الزنا والسرقة فقد خان الله فيهم فالأولى أن يكون لكل مقام مقال وأظن أن الناس يحتاجون الآن إلى علماء الدين الذين يبينون لهم أحكام دينهم لا إلى الساسة الذين تمتلئ بهم ساحات الدنى والإعلام بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على النصح والإرشاد والنصيحة وأسأل الله أن تكون خالصاً مخلصاً بها لوجهه الكريم تعالوا نروح لفاصل نصلي فيه ونسلمه على سيدنا ومولانا وحبنا وسندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود أن نتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحمده وبكوته صلى الإله على الحبيب وسلم ما حلق الطير المسبح في السماء ما رقت الأشواق في القلب اللذي يشتاق مكة والمدينة والحماء صلاة وسلاماً يا ليقاني بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين يا سيد محمد السلام عليكم سيد محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمعيني من التليفون اسمعيني من التليفون بلاش التلفزيون يا أمي لو تكرمت أنا بعيد خالص بالتليفون يا دكتور محمد فضال يا سيد الكل مبارك الله في أجلك وحسنا الممتعان لك ويجعلك يا رب كده سند المسلمين يا رب العالمين ورحم الله أبويا وأبوك وأبوات المسلمين جميعاً الله يسطورك ويرديك ويشبرك ويرفع قدرك يا رب فضال يا رب العالمين بالله عليك استحلفتك بالله كنا سترن علي بالله عليك حاضر حاضر يا سيد مونة مباركنا في أمرك خدوا الرقم وبعتوا لي على الواتص حالاً حاضر يا أمي حاضر 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 يا سيد دعاء السلام عليكم حاضر عليكم السلام حاضر بتصلي الجمعة في البيت هتأخذ كفرد ولا لأ حاضر حاضر الست دعاء حاضر 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 ست دعاء بتسأل سؤال جميل أوي 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 وهتتفاجئ بإيجابته أكتر الأصل في صلاة المرأة في بيتها نحط تحت ديمة خط صلاة المرأة في بيتها ب27 درجة تتحس بفرد تتحس بفرد تتحس بجماعة تتحس الجماعة وهي في حق نفسها جماعة ومع ذلك أمرنا ألا نمنع إماء الله من المساجد فاللي عملته جدتك دلوقتي يا ست دعاء هي عادت إلى الأصل إن الأصل إن المرأة تصلي في بيتها والبيت في أماكن أفضل من أماكن قلت النوم أفضل من الريسبشن والصالة خلاص ماشي طيب نزلت المسجد بارك الله فيها ولكن تبقى صلاتها في البيت هي الأفضل وهي الأصل طيب الراجل عكس ذلك تماما صلاة الرجل في بيته بدرجة واحدة وصلاته في المسجد ب27 درجة صلاة الرجل في بيته ناقصة وصلاته في المسجد تامة والأصل في صلاة الرجل أنها في المسجد لا تجوزوا في البيت إلا لضرورة خلاص واحد يقول لك يا أم بيت يا أم أهلة آه يا أم أهلهم مرة اتنين في الشهر مش على طول يا حبيبي صلتوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام ربنا يبارك فيك وفي جدتك ويشفيها ويعفيها ويشبرها بجباريتي ويلبسها ثوب الصحة والعافية قولي أمين يا ستة أم مصطفى السلام عليكم السلامة الله وبركاته فضال يا أم أنا أكلم الشيخ محمد أنا معاك والله الشيخ محمد أقول فضال يا أم أعمل يا دكتور الشيخ محمد الله يستوري الله يرفع قدري الله اسمعيني من التليفون من التليفون الشيخ محمد نعمين أنا بنتي والله يا شيخ محمد كانت مخطوبة من هنا اسكندرية خمس مرات وتتساب يا شيخ محمد وبعدين جاي لها دلوقت واحد من السعودية ابن خلتي جايبه واحد من السعودية مش عارفة إحنا نوفق به ولا إيه يا شيخ محمد يتخطبت خمس مرات في مصر هنا ومحصلش نصيب يجوا على الآخر كده ويسبوها يجوا يجريب الفرح والعرسان يسبوها كده ويمشوا بلا مش مستريحي وهي بتصل وحفظة القرآن وفتاعة ربنا ويعني وابن خلتي جالة دلوقت جايب لها واحد من السعودية مش عارفة إحنا نوفق به ولا نعمله إيه بس مش عارفة إحنا خايفين يعني بس هو بيشكر فيه بقول كويس يعني وابن حلال وكده حق طيب يا حجم مصطفى ربنا يبارك فيك وإحفاظك أول شيء لازم تحطي نص بعينك إن ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر الزواج بقدر والإنجاب بقدر وكل شيء في حياة الإنسان قدر خلاص كده طيب الخمس خطبات اللي راح بح دول لعلها دعوة صادقة للبنت اللي بتصلي وحفظ القرآن دعت وقالت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فوقاها الله وصرف عنها شرا كان سيأتيها طيب بالنسبة للسؤال اللي جاي الراجل من السعودية نعمل إيه؟ نسأل عن دينه ونسأل عن أخلاقه ونسأل عن مرتبه ونسأل عن وظيفته ونسأل عن معيشته ونسأل عن حياته ونسأل عن اجتماعياته الأمر مش محتاجش يخد الوقت الأمر محتاج رجال عندهم دين وأخلاق يروحوا يقربلوا الموضوع ويسألوا ما يبقى لهمش مصلحة يتجردوا من الهوى علشان ما نلبس وعلشان ما نقعش وعلشان ما نتطلقش وإن كان كل شيء بقدر يبقى إحنا محتاجين نسأل كويس قوي وبعد كده نقول للبنت تصلي استخارة إن شاء رب العالمين مين يا سيدي؟ خالد سلام عليكم عليكم السلام يا شيخ ازاي حضرتك؟ تفضل يا خالد وعليكم السلام تفضل حبيبي أنا بس والديدي كانت والديدي كانت عايزة تسألك على حاجة شخصية فمشينفع الهوى فمحتاج بس رقم حضرتك حاضر ارجع سبل الرقم بتاعك ارجع سبل الرقم بتاعك وأنا هكلمك حاضر يا خالد طيب خليني في عجالة كده يا شيخ محتاجك ضروري محتاجك ضروري أنا وخطيبي محتاجك ضروري أنا وخطيبي معمول له عمل بوقف الحال وإن لطراحة البال أعمل إين؟ فكه إزاي؟ ولا نعمل إيه؟ أرجوك ترد علي ده الله يا أنا أنا جاي من الحج وقلتها خليني بقى هادي وكويس كده يعني أنتو ما تجابلوش السئلة برضا اكتع الصد وتقولولي خليك هادي يا بنتي الكريمة يا ست الكل هسأل حضرتك السؤال ومعليش يعزوريني في السؤال عرف منين خطيبك إنه معموله العمل بوقف الحال ورحت البال التشخيص ده جابه مني عشان بس نبقى عارفين ها؟ وإيه اللي دخلنا في الباب ده؟ يا بنتي الإنسان الذي يسلق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يحتر فيه الشيطان مش معنى كده أن أنا بنكر السح أبدا ما أقدرش أنكره لأنه ثابت في القرآن والسنة إنما الكلام بتاعك ده كلام لا يدخل عقل قل الخطيبك يصلي ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويتحصن ويرقي نفسه بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يفتح له الأبواب بالراحة خالص ومن غير مشاكل خالص ومن غير ما تروح تفك عمل ولا ما تفقيش عمل حاضر يا سيد تحنين السلام عليكم حنين هم فين حنين طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخي عايزة تدلني أنا في حرة من أمري عارسين اتنين عايزين يتقدمولي وفي نفس الوقت مش عارفة قد موعد لمن فيهم أو اختار فيهم حد ومشكلة الاتنين من وصفاتهم جيدة أعمل إيه خايف أكسر قلب واحد فيهم واحد بيقول لي قلبي معاك لا تترقيني والتاني بيقول لي أنا بدأ ربنا ما تتجاوزيش غيري لأنه نفسي فيك وأنا خايفة محترة والله يا بنت تتصلي صلاة استخارة وتسألي عليهم وتشوفي أنه الأنسب ليك وإن شاء الله ربنا يوفقك للي فيه الخير وأظن أن أنت هترفض الاتنين أنا حسس بكده يعني يا مؤنس سلام عليكم يا مؤنس السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي الله يستورك الله يرديك بص يا شيخ أنا طالبة من حضرتك سلام ربنا يبريك على راسي أختي مريضة سرطان وهي كانت متابعة حضرتك على طوص إحنا من البحيرة أنا عارفة هو وممكن أطلب من حضرتك تجي لها زيارة على الساحة تخيف هينفع والله على راسي حاضر من إيه من البحيرة أنا من مركز دلينجاج طيب أستأذنك بس أنا حاسة أشوف أختي حيبة في الزيارة وحيات ربنا هو شوفها بإيد الله مش بزيارتي نعم بالله هو شوفها بإيد الله مش بزيارتي أنا ربنا يبريك لك لكن لو أنا هكون سبب في جبر خطرها وفي رفع روحها المعنوية أنا راسي سأتي حبوا إن شاء رب العالمين أضبط موعيدي وأجي من عندي قبل عندي لأن هي قطر خيرها هي اللي بتجبر خطري وبتعمل لي قيمة بين الناس وبترفع قدري إن هي طالبة تشوفني ربنا يبريك لك حاضر ارجعي سيبي رقمك وأنا إن شاء الله تواصل معاك وأعرف العنوان بالتفصيل وأضبط موعيدي واجيلك من عندي قبل عندي حاضر يا سيدة المهاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ رب العالمين الله يستورك الله يرديك لو سمحت أنا سمحت مقولة أو فتوى بتقول إن الوقوف في عرفات جزء من الليل وجزء من النهار يكفي يعني جزء مش النهار كله وجزء من الليل صح يعني ممكن مثلا الناس طقف ساعة بالنهار طيب هو الكلام ده من الصح كامل خلاص كده يا مهاني نعم يعني الكلام ده مش مظبوط كله خلاص طيب إنما علشان بس نفهم عرفات الليلة الوحيدة التي تأتي بعد اليوم ليلة عرفة خلاص يعني إيه مثلا مبارح كانت ليلة الجمعة لكن عرفة الليلة الوحيدة اللي تيجي بعديه خلاص طيب فالأصله أن يقف الناسه من وقت الزوالي من وقت الزوالي إلى غروب الشمس ده الوقت اللي فيه النفرة اللي الناس بتقفوا بعدين ينفروا ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس طيب إذا لم يتمكن الإنسان بعد إفاضة الناس من عرفات يبقى هو ما قدرش من وقت الزوال زوال الشمس اللي هو الساعة 12 تقريبا الضغ ما قدرش يقف في يوم عرفة من الساعة 12 لحد النفرة لحد أداني المغرب أو العشة ما قدرش يقف بعرفة ولم يتمكن من الوقوف بعرفة هل يجوز له إن وقف بعرفة في ليلة عرفة اللي هي الليلة اللي بعدها اللي هتبقى ليلة العيد أجزاءه ذلك ألوآن علماء ألوآق لأن دي ليلة عرفة فإن وقف قبل فجر يوم النحر ولو لحظة أجزاءه ذلك يبقى تاني لو هو ما قدرش وتعذر في حقه أن يقف بعرفة في يوم عرفة من زوال الشمس اللي هو الساعة 12 أو 11 ونص لحد غروب الشمس اللي هو المغرب ما قدرش يقف في الوقت ده ودخل عرفة بعد الساعة 10 بعد الساعة 9 بعد زوال بعد نص الليل وقعد في عرفة نص ساعة ساعة صلى ودعه ينفع آه ينفع وأجزاءه وعرفة واستوفى الركن الأعظم من الحج وصحت حجته إن استطاع أن يتم بقية الأركان خلاص كده ربنا بارك فيك واحفظي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في واحدة صحبتي نعم حاضر يا عمر فاضل يا عمر وعليكم وصلاة الله وبركاته يلا عمر اسمعني من التلفون بلاش التلفزيون الله يسترك أنا عندي أنا أبويا وأمي آه كان عندي أنا أبويا كان عندي لحظة أرض ومجسمناها ما بعضين فأبويا كتب لأمي ست باريد غير حاجة أنا عايزك تسمعني من التلفون وطي التلفزيون أنا أسامع تلفون يا خاطر ميش فضل يعني أنا سؤالي بس الأول لحضرتك يا عم عمر يا عم اسمعني من التلفون وطي التلفزيون حاضر توطيه خالص خالص سمعني كده يا عم عمر صلي على الحبيب على صد السلام حضرتك دلوقتي أبوك هو اللي تعب في الأرض دي وشيء فيها صح؟ أيوة بنت ولا أنتو ده أبويا وإحنا مع بعضين لا لا أنا ما ليش دعا بنتو مين اللي جاب الأرض دي وأصلها أيوة أبوكو صح؟ أيوة حلوة وأنتو طلعتوا بتاكلوا معاه وبتشربوا معاه ومتجاوزين في البيت فبتشتغلوا وبيديكوا تصرفوا في الصعيد وفي الأرياب صح؟ صحيح سؤالي أنا معلش ما تزعلش مني منين حكمت أنه هو كتب لماك حق فوق حقها أو مش حقها هو حر دماله يا مولانا دماله يا سيدي دماله هو حر فيه يعطيه من يشاء وحسابه بين يدي الله يكتب لماك عشرين إرات تلاتين إرات أنت تفرح ده أنت قلبك يزقطط أنه هو أكرم الست اللي شئت معاه وتعبت معاه وجبر خطرها زي ما جبرت خطركم وأحسنت تعلمكم وتأدبكم مش تحسبوه وتحكموه صح يا عم أمر؟ أه تفضل يا عم أمر بس بس بعد ما تداد لها بجأ آيو عم شهر آه بعد يدع على بعضهم فاخر إياه بقى يدع عليها يدع على بعضهم وإنت مالك حشقات المجالبين بعضية وإنت مالك وإنت مالك وإنت مالك فجل لي يا بني مع الورج دي معايا أنا آه ست جاء وقومت ده شيء آه معايا معايا أنا فرح جل لي جل لي جلت على الورج دي آه بسيستهلش آه آيو فآخر حياته فآخر حياته فآخر قديه من حياته آه فآخر ديان في حياته بالقصد فآخر خمس شوقه حياته خاوة لا يعتدي بقوله عم أمر بس كلامه مالوش لازمة كلامه مالوش لازمة آه فهي جل فجل جلت على الورج وطو حضر يقولها جلت على الورج آه فأكيد بعد ما ما سهو عرب عشر سيني جلت على الورج اللي جلتبها أبوك لي عشان عشان تبها لولاها لأخوات الصوهيريين آه تكتبها لأخواتي الصوهيريين تكتب الورج يا رجل تكتب فانا افتكرت بقولت لا ما ده هو بل جلت على الورج لا لا ترجع الحاجة لأمك آه أرجع حاجة لأمك آه يا حبيب طب احنا احنا رجعنانا شيء كل واحد جراء ستة جارس ديها سنداسي جده تزرخ فيه لحاجة مسمومة وناخده لا يا حبيب ده حلالها حضرتك بتحرك خايف دلوقتي وانت بتسألني آه طب ما أنا بقفتيك اوه ده حلالها ده حاجتها هسألك سؤال يا عمر من غير ما تزعل مني التفاصل لو أبوك قال لك بد لأمك من نصيبك عشرين قرات كنت هتاخد بكلامه لا طب طيب شكرا يا عمى عمر مش معنى خدت بكلامه لما تاخد منها كنت هتقول الرجل بيخرب بيموم ما نسأت يا عمر عمر يا عم عمر أبوز يدك أنا عارف والله يا عدى عمي يا عدى عمي الرجل بيموت تعبان ست شهور الله أعلم بحاله كان مريض مرض إيه صح ولا أنا غلطان صح مظبوط المريض خلقه ديق والمريض مش هو اللي مريض اللي حوالي اللي مرضى صح ما قدر الإمكان الست متحملات حضراتكم بتشقوا بتشتغلوا هي اللي شيلات خلاص بقوا يدعوا على بعض دي علاقتهم هي اللي هيتحسبوا قدام بعض عليها قدام ربنا فحضرتك قلتلي إجابة جميلة قوي المصورين كلهم ضحكوا معايا كده في الستوديو ها قالك لو لو قالك اديها عشرين رات لها ده رجل بيخرف وبمتالله يرحمه مالوش كلمة شمعني لما قال اخد منها فالأصل انترجعوا لحقها تكتبوا اللي هي عايزة تكتبوا لإخواتك الصغيرين احمدوا ربنا هي بتصونوا عرضكم وبتبارك في حياتكم وبتأمل مستقبل لإخواتكم الصغيرين وانا آسف يعني كنت أظنكم أحن على أمكم من كده والله من غير ما تزعل مني يا عمر وجزمتك فوق راسي يا حبيبي من غير الأمة الأسئلة دي بتقطع قلبي انا وما أملك لابويا وامي بحب وبطيب خاطر ويا حبيبي اوعد تعرف او اوعد تفتكر ان الجنيه اللي بتصرفه على أبو قمك او الحاجة اللي بتسيبها على أبو قمك تضيع والله أبدا ستعود إليك أضعافا مضعفا أختم بس واسأل سؤال بيتسئل كتير قوي هو ازاي احنا عرفنا مواقيت الصلاة اللي احنا بنصلي عليها حاليا الجواب ده تعليم سيدنا جبريل لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاله سيدنا جبريل بقى فلما زالت الشمس قاعد معاه لحد ما زالت الشمس وقال له قم فصل الظهر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصل الظهر وبعد كده استنى لما أصبح الظل مساوي وقال له قم صل العصر وبعد كده استنى لحد ما غابت الشمس وقال له قم صل المغرب وبعد كده استنى لحد ما ذهب الشفق وقال له قم صل العشاء وبعد كده استنى لحد ما ها سطع الفجر وقال له قم فصل الصبح يبقى لعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموقيت سيدنا جبريل ومن اللي علم النبي صلي سيدنا جبريل بالمناسبة خلي بالك لأن سيدنا جبريل صلى أصد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى النبي أمام الصحابة إماما بهم ثم قال عليه الصلاة والسلام لنا ولهم صلوا كما رأيتمون أصلي عاد الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى فراشه وإلى مكان نومه ولا يزال مكان نومه دافئة كما تقول أم المؤمنين السؤال إزاي عم الشيخ راح المسجد الأقصى وصعد السماوات العلة وعايز تقنعني أنه رجع وما كان نومه لسه دافئة لكنه واحد دخل عزاكم الله الحمام ورجع الحقيقة ده سؤال غلط ما ينفعش يتسئل علشان إحنا اتفقنا من البداية أن الإسراء والمعراج معجزة والمعجزة أمر خارق للعادة يعني خارج حدود نطاق العقل فبالتالي الذي يجريها هو الله والزمن في حق الله متوقف ماذا كان موقف الصحابة تجاه هذه المعجزة منهم من ارتد ومنهم من سطع نجمه وكذا قريش منهم من هداه الله ومنهم من زاد عنادة لكن تبقى مؤجزة الإسراء والمعراج من أعظم آيات جبر الخاطر التي جبر الله بها خاطر الحبيب صلواته ربي و سلامه عليه الجمعة الجاية إن كان في العمر بقية نتكلم على من ارتد ومن ثبت وعلى موقف قريش من اهتدى ومن عانت وما هي آيات جبر الخاطر في القرآن الكريم وكيف نسعى إلى جبر الخاطر أسأل الله أن يجعلنا ممن يجبرون الخواطر ارفع معي أكفة دراع إلى ربك في هذه اللحظات عساها وإن شاء الله تكون ساعة إجابة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أموتنا واجبر خاطرنا واجبر كسرنا واسد ديننا وفرج همومنا وازح همومنا ولا تشمد بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم مدنا بمدد رسولك الكريم وعفض علينا من بركاته واجعلنا اللهم من أهل كرامته ومن أهل زمرته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم احفظ أرضنا واحفظ شعبنا واحفظ حدودنا وصب الخير على بلادنا صبا صب لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا ولا تشمد بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم للسلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون إلى الملتقى في الجمعة القادمة انقدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمني وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وربك دوما يقول إني منك قريب وبك رحيم فما ظنكم برب العالمين ولا تنسوا جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأبي وارحم أبي وأسكن فردوس الأعلى وسائر أموات المسلمين وأمي وأمهات المسلمين أجمعين في معية الله أترككم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا حبيبي مدد يا حبيبي بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب